تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لوسائل الإعلام للمرة الأخيرة هذا الموسم قبل مواجهة آتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني حيث يستضيف ريال مدريد فريق آتلتيك بيلباو غدا الأحد على ملعب سنتياجو برنابيو وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي أتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد لدينا تحدي الحصول على المركز الثاني وهو ليس ما أردناه في البداية لكن الفريق في حالة جيدة للفوز أمام جماهيرنا وبسؤاله عن هاري كين أجاب أنشيلوتي لا يمكنني الحديث إلا عن مستقبلي إنه لاعب رائع لكن عليك أن تحترمه وتحترم أنه لاعب لدى توتنهام أنا مهتم جدا بما سيحدث في الموسم المقبل لكنني لن أتحدث عن مستقبل الفريق الآن كان لاعب رائع لكن علينا احترامه وعن كريم بنزيما قال يوجد هنا لاعبون لديهم عقد وآخرون انتهت عقودهم في الموسم المقبل سيكون لدينا فريق مختلف لأن هناك لاعبين انتهت عقودهم فريق الموسم المقبل سيكون منافسا ومختلفا ولا يمكنني قول للمزيد عن ذلك لكنها ستكون تشكيلة تنافسية وعن قول بنزيما الحقيقة ليست مثل ما يقال على الإنترنت قال أنشيلوتي إنه محق لكن الواقع مختلف وسائل للإعلام هي المفتاح لكن يجب علينا التعامل مع هذا الوضع بشكل جيد لأن الأجيال الجديدة ستواجه مشاكل إذا لم يكن الأمر كذلك وبسؤاله هل يجب أن يعتزل بنزيما في ريال مدريد؟ أجاب نعم أرغب بأن يبقى وأعتقد أن هذا هو فكر النادي ولكن يمكن لللاعبين أن يمتلكوا عقليات أخرى مثل التمتع بمسيرة أطول واللعب أكثر لكنني أؤكد هذا ما أعتقده والنادي يفكر في هذا الأمر إنه جاهز ولديه عقد لمدة عام واحد وسنرى ما سيحدث وعن ما إذا كان غير عادل تجاه أي لاعب قال أنشيلوتي كان لبعضهم القليل من الأهمية ومن المنطقي أنهم ليسوا سعداء ولكن في هذه الوظيفة من المستحيل أن تجعل الجميع سعداء يجب أن أتحمل هذا الشعور لقد لعب البعض القليل جدا من المباريات وأشعر بالأسف لذلك واستكمل أعتقد أن في رانا جرسيا قد عاد بالفعل لكن لا استطيع قول أي شيء عن دياس واختتم بالحديث عن مستقبله أنا سعيد في ريال مدريد ولا توجد مشاكل مع النادي أنا سعيد جدا بالاستمرار وسنحاول تقديم الأفضل خلال الموسم المقبل